اشتركوا في القناة محمد عادل حكم المباراة واللي اثرت حالة من حالات الجدل الكبيرة جدا تصريحاته طبعا عن احتواء اللاعبين في مباراة قمة احنا يمكن بعد المطش علقنا هنا في السادسة وكلمنا وطلبنا الحقيقة وفي كل المناسبات مش بس بعد مطش الاهلي والزمالك يعني انا ما افتكرش مرة الحقيقة طلعنا حتى في الموسم الاخير اللي انا بعتبره يعني اسوأ موسم للتحكيم المصري من سنوات طويلة ما شفناش اخطاء فادحة ومتكررة ومؤثرة على عدالة المسابقة بالشكل اللي حصل الموسم اللي فات وتمنينا وتفقلنا خير جدا بتولي كابتن عصام عبدالفتاح رأسة لجنة الحكام الموسم ده وقلنا انه يمكن عاني الحكام شوية من استحادث تقنية الفار وانها ما قدمتش او ما قامتش بدورها بالشكل المناسب وتمنينا الموسم ده مع الحقيقة التقنية العالية اللي بتنقل بيها مسابقة الدوري مطشط الدوري السندي انه يكون الفار عامل مساعد جدا على تطوير منظومة التحكيم في مصر لكن الحقيقة تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن زي ما بيقولوا الحقيقة يمكن الفيديو اللي انتشر على مواقع السوشيال ميديا واللي طبعا انا قاسف مش هنيقدر نعرضه لحضراتكم لان فيه للأسف شديد جدا الفاظ بزيئة جدا يعني نقب انها تدخل بيوت المصريين لكن طبعا انا متأكد انه خصوصا الناس المعنية والمتابعة قوي للرياضة والصفحات الرياضية في مصر شايفت وسمعت بنفسها وده يمكن الشاط او الصورة اللي نقدر نعرضها لحضراتكم فيما يتعلق بركلة الجزائل تانية اللي احرز منها النادي الاهلي هدف الخامس في المباراة وتعليقات محمد ابو جبل حارس مرمة نادي الزمالك واهانة او سب اشرف بن شرقي لحكم المباراة اللي مصر كلها سمعتها بودانها وقبل ما اقف مع تصريحات المسؤولين على الموضوع ده انا عايز اقف مع نقطة نظام الحقيقي نقطتين في غاية الاهمية واحنا دايما وانا كنت بقول لسه انه احنا حتى رغم الموسم سايق الا انه كل ما بتيجي سيرة التحكيم المصري هدفنا ايه في الاول والاخر يعني احنا ايه اللي عايزين نوصل له انا اتمنى انه في يوم الايام ما فيش حكم اجنبي يحكم مباراة بتحصل على ارض مصر واتمنى كمان واروح باهدافي واحلامي وطموحاتي لبعيد جدا انه سمعة التحكيم المصري على مستوى الاقليمي على الاقل وعلى المستوى العالمي من بعده تكون في احسن احواله وانه الحكم المصري يكون مصدر ثقة انه يتم استدعاءة والادارة المباراة الكبرى في المنطقة العربية وفي شمال افريقيا وفي بالتأكيد طبعا قارة افريقيا لما يتمتع به من عدالة ونزاه ده هدف محدش يختلف عليه لكن عشان تقدر تحقق ده لازم يبقى فيه ممارسة ممارسة وتجربة تأكد على قدرة الحكم المصري على ان يقوم بالدور ده بعد المباراة تحديدة انا انا قلت ايه الدور المطلوب فيه مش بس في اهلي وزمالك انا بكلمكم على اي مباراة بتحصل على ارض مصر بين اي فريقين مصريين وحتى اذا كانت بين فريق مصري وفريق اجنبي مباراة ايه الدور المطلوب بالحكم الدور الوحيد والدور الاهم والدور الاساسي لقادي المباراة الحكم المباراة هو مثبت قادي مطلوب منه يطبق قانون ويفرد بنوده على ارض الملعب ما بين فرقتين بيته نفسه مفترض انه الحكم يديهم الاحقية ويديهم الفرصة فيه العدالة وفيه النزاهة وفيه الشفافية اكتر من كده مش مطلوب منه حاجة ودللت على ده ودلل كتير جدا من الزمل الاعلاميين في مختلف القناوات مش بس في قناة الاهلي بامثلة كتيرة جدا وانا قلت يمكن مثال كان واضح وصريح ماتش ديربي واحد من ديربيات انجلترا المهمة جدا منشستر سيتي منشستر يونيتد مش مجرد ديربي ده منافسة كمان على لقب وتاريخ طويل جدا من الصراع سوري ليفربول ومنشستر يونيتد اللي كان ليفربول كاسبان فيها خمسة والحكم لم يتردد على اطلاق في انه يطلع كارت احمر لبول بوكبا في لعبة في اشتراك عنيف في اشتراك عنيف ما عنديش منع ان انا افهم فكرة الاحتواء في اطار محاولة السيطرة على المباراة والخروج بيها لبر الامان افهم ده انك انت ممكن ما تحتسبش فاول افهم ده انك انت ممكن تدي انزار رغم ان ده من نسبالي مرفوض لكن ممكن استوعبه ممكن اعديه ممكن افهمه تدي انزار بدل ما تدي كارت احمر لكنك انت تتعرض لاعتداء مباشر لاعتداء مباشر حسب نص القانون من احد لاعبي اي فرقتين انا برضو عايز اطلع بردائرة الاهلي والزمالك اعتقد ده شيء مش مقبول وانك انت تتعرض لهجوم او اهانة فيها تشكيك واضح في زمتك كحكم للمباراة فده شيء بالنسبالي غير مقبول وغير مفهوم وانك انت تتعرض لسب وقصف جنحة يعاقب عليها القانون وما يكونش لك اي رد فعل احنا هنا مش بنتكلم على كابتن محمد عادل ومش بنتكلم على اهلي وزمالك احنا بنتكلم على هيبة التحكيم المصري ردود العفعال كمان على ده الحقيقة كانت شيء مثير للدهشة يعني الحقيقة فكرة انك انت كلجنة حكام او كرئيس لجنة حكام تعتبر اللي حصل ده كأن لم يكن كأنك بشفتش لا ارى لا اسمع لا اتكلم ده من اسمالي على انت استفهم كبيرة وانت واحد من اهم ادوارك انك انت تتخافز على هيبة التحكيم تتخافز على هيبة الحكم المشاهد اللي احنا شفناها والكلام اللي احنا سمعناه ازاي يقدر اي حكم مصري بعد كده يتعامل معه خروج على النص من النوع ده ايه الاجراءات اللي ممكن تتخافزها لجنة الحكام عشان تحافز على هيبة الحكم المصري بعد ما مصر كلها سمعت تشكيك واضح في زمة الحكم واتهامه بالفساد لانه انا مفهمش يعني ايه انت عايز توصل مباراة الكام وانا معاك يعني ملهاش معنى تاني ملهاش معنى تاني غير انه اتهام واضح وصريح الحكم بانه بيميل لطرف على حساب طرف تاني وده بالتأكيد مهلوش غير ترجمة التشكيك في زمة الحكم فاسد بقى مرتاشي بقى اكيد ليه هدف يعني ايه لاعب يعتدي على الحكم بالقول والحكم ما اصدرش ما فكرش حتى انه يلتفت ليه ويطلع كارت او انه يذكر ده في تقريره او 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 الى اخره لغاية امتى ممكن نشوف المشاهد دي في الملاعب المصرية وهنا الحقيقة بين قصين وكنت اتمنى انه عشان ما يبقاش بس في حساسية من ذكر اسم نادي الزمالك على شاشة قناة النادي الاهلي ونحن نمكن كل التقدير والاحترام لنادي الزمالك واحد من اكبر الانديا المصرية ده شيء مفهوش شك لكن انا انتظر الحقيقة من مسئولي نادي الزمالك اللي شافوا تابعوا الواقع دي ان هما كمان ليهم يكون ليهم واقفة انا بتهيالي انه ده درس مهم جدا نعلمه لكل لعبتنا مهما كان قدر شهرتهم ومهما كان قدر نجوميتهم ومهما كان قدر تأثيرهم على الفريق في احراز اهداف او بطولات ان احنا ندي مثل وقدوة اللي جاي بعد كده الاخلاق قبل ايه شيء الاخلاق قبل الفوز في مباراة او قبل تحقيق القاب او قبل فوز ببطولات انا بعتقد ان ده مبدأ لابد ان احنا نكون متفقين عليه خصوصا لما يكون من قلعة كبيرة زي قلعة نادي الزمالك ننتظر ننتظر واتمنى ان يكون فيه رد فعل النهاردة هنتكلم على منتخب مصر ومباراة اللي جاية مع الجابون مباراة في منتعه الاهمية وهيشرفنا واحد طبعا من نجوم نادي الاهلي كابتن رمضان السيد هيحل يضيف علينا فيه السادسة في اخر فقارتنا الحوارية خليني افكر حضراتكم اقول لحضراتكم سؤال حلقة النهاردة مع اتجاه كيروش لتغيير فيه شكل المنتخب في مباراة الجابون الاخيرة هل تتفق مع تفكير كيروش في راحة صلاح والنني امام منتخب الجابون نسمع عرقكم وهنستعرضها طبعا مع كابتن رمضان السيد خلينا نروح لاخبار حلقتنا وعناويننا النهاردة فيه السادسة والبداية مع المنتخب المصري اللي بيواصل تدريباته لمواجهة الجابون والنهاردة مؤتمر صحفي لكارلوس كيروش محمد سريف يقترب من قيادة هجوم المنتخب امام الجابون محضرة من موسيماني اللعابي الاهلي وعمار حمدي ينتظم في التدريبات محاولات لاقناع زيدان لتدريب منشستر يونيتد ونجوم يغيبون عن منتخب انجلترا امام سان مارينو في جولة حسم التأهل لكأس العالم هنتابع لأول ما حضرتكم اخبار المنتخب اللي بعد رجوع من انجولا دخل على طول في المعسكر بتاعه في برج العرب عشان استعدادت طبعا لمباراة الجابون اللي هتتلعب بعد بكرة توقع انه شكل المنتخب انا بتهايلي مباراة خلص فقدت اهميتها احنا كنا قبل مطش انجولا بنقول مطشين مهمين والست نقاط في منتهى الاهمية على امل ان احنا نقرب من ايجيريا يدخل كاس العرب نطلع تصنيف خامس على مستوى قارة افريقيا وبالتالي نبقى مع الخامسة الكبار وضع ده كله طبعا بعد التعادل مع انجولا فوزك بمطش الجابون تحصيل حاصل ما بتفرقش فهي المباراة العرب انها تكون تجربة والرجل بيفكر انه الناس اللي ما خدتش معاه فرصة في المطشات اللي فاتت مطشين ليبيا ومطش انجولا يديهم فرصة فيه المطش بتاع الجابون ويريح العناصر الاساسية وبالذات صلاح والنيني عشان هما كمان راجعين على عركة يعني راجعين على يمكن عدد كبير جدا من المطشات في الدولة الانجليزية فبالتالي الراجل بيفكر يريحه ويريح هيجيب طبعا اكرم عنده انذارين فبالتالي الراجل بيفكر يلعب مجموعة جديدة انا اللي يهمني اقوله يعني بعيدا عن حسابات التصنيف ما بقتش فرقة يعني ما بقتش فرقة بقى فكرة انه احنا نكون في الخمسة الكبار او في الخمسة الصغيرين هما كلهم عشرة تأكد انهم افضل عشر فرقة في افريقيا ولو انت طلعت تصنيف اول ما انتش هتروح بعيد برضو عن منتخبات من العارة التقييد يعني احنا النهاردة بنتكلم خد بالك واحنا مع حضراتكم في انتظار مباراة الجابون يوم التلات انت عندك نيجيريا لسه متأهلتش وهي من الخمسة الكبار نيجيريا مع الراسل اخدر وراسل اخدر لو كذبت اهل مطش على الارض نيجيريا لكن لو الراسل اخدر عملت المفاجأة وكذبت الراسل اخدر في العشرة الكبار ونيجيريا برا تونس نفس الحكاية الجزائر اللي الناس شايفة انه يمكن اكتر منتخب في الوقت الحالي وعنده كتيبة محترمة جدا من اللعبين بتنافس لغاية اللحظة دي بوركينا فاسو يعني ممكن جدا ممكن وارد نيجيريا تونس الجزائر برا كاس العالم فاللي عايز اقوله ان حتى لو انت طلعت في الخمسة الكبار ما انت هتعبين برضو هتلعب كوتيفور ولا هتلعب جنوب افريقيا ولا غانا ولا الكاميرون خلاص الكلام العشرة الكبار هيفضله كبار واللي عايز يلعب كاس عالم ما يخافش بقى هو هيقع مع مين المهمة تكون جاهز واولى المحطات لجاهزات المنتخب وشكله مع ميستر كيروش وماتش الجابو حضر فيه وجرف فيه وشوف العيبة زي ما انت عايز وعندك فترة طويلة تشتغل بعد كده طبعا مع المنتخب لغاية كاس العرب في اخر نوفمبر تبتدي هتبقى فرصة كمان كويسة جدا لاحتكاك وان ميستر كيروش يتابع اكتر ويشوف اكتر ويتفرج اكتر كمان على لعيبة المنتخب النهاردة هيبقى فيه مؤتمر صحفي الراجل هيكلم فيه على ماتش انجولا المؤتمر شغال دلوقتي مع حضراتكم وهنحاول ندخل كده نشوف الراجل بيتكلم في ايه طبعا ده دي لقطات من المؤتمر الصحفي على هوا دلوقتي مباشرة الراجل بيتكلم على المرحلة اللي فاتت بيتكلم على اللي جاي واوله طبعا مباراة الجابون اللي هتتلعب يوم الثلاث بعد بكرة ان شاء الله واحتمال كبير كمان في المباراة دي كيروش يعتمد بشكل رئيسي على محمد شريف كمهاجم صريح يعني هو شافه او جربه اكتر في مركز الجناح في ماتش الجابون لكن هو توظيف شريف اعتقد هيكون بشكل كبير مع المنتخب في فترة الجاية كراس حربة وخصوصا انه مصطفى محمد مقدمش واضح انه بعيد يعني الولد تجربته في تركيا مش في احسن احوالها فيه تزبزه في مستوى امكانياته محدش يقدر يشكك فيها مشوفه راس حربة عنده امكانيات كبيرة جدا محتاج بس يشتغل على لو قدر يطور من نفسه في الحتة دي هيشرخ مقدرش زي اللي قبل منه هيرجع على طول وتشوفه بقى في الدولة المصري معنا مرتين لكن هو كبير جدا مصطفى محمد ومحمد شريف بالترتيب كده محمد شريف مصطفى محمد احمد ياسر ريان يطمنوك التلاتة على بعد لو فيقين وفي حالتهم يطمنوك جدا 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 على مركز راس الحربة في منتخب مصر طيب نروح لنادي الاهلي وخليني اقول لحضراتكم النهاردة طبعا كان فيه تمرين الصبح تمرين صباحي للفريق اطمنكم على عمار الاول عمار الحمد لله جاهز ودخل وتمر النهاردة مع الفرقة ومحاضرة بدأ بها مستر مسماني طبعا بعد مطش بنيت سامنود مباراة كانت اهم حاجة فيها انت انها قربت او طمنت الجمهور على سكواد الاهلي بالكامل كلهم جاهزين كهربا جاهز عمار جاهز عبدالقادر جاهز طاهر جاهز حسام حسن جاهز وبالتالي ان شاء الله يعني الفرقة اللي جاية بداية من مطش المقاولين اللي قماشة مع مستر مسماني الحمد لله فيه احسن وافضل احوالها وطب منكم كمان على علي لطفي استكمل النهاردة البرنامج التأهيلي هو كان عنده اصابة بسيطة كده كدمة في الرجبة فدخل النهاردة جلسة في الجيم على هامش برون الفريق معنا وقت نكمل اخبارنا طيب خلاص هنكمل اخبارنا وخصوصا عندنا كمان اخبار عالمية النهاردة في السادسة بس تسمحولنا نروح لفاصل ونرجع نستكمل حلقة مع حضراتكم توقعاتنا في السادسة الحمد لله ما بتجليش انا قلت لحضراتكم من فترة طبعا وخصوصا بعد سوق العروض ونتاج اللي بيلعب بيها سولشاير مع منشستر يونيتد انه واحد من اهم الاسماء المرشحة كان زين الدين زيدان والنهاردة التايمز بتأكد على توقعاتنا التايمز الانجليزية كلمت على انه فيه محاولات جدة جدا من ادارة منشستر يونيتد عشان يقنعه زين الدين زيدان المدير الفني طبعا السابق لريال مدريد ونجم فرنسا الكبير جدا طبعا انه يتولى المهمة ويخلف اولي جونر سولشاير المدير الفني الحالي والصحيفة اتكلمت انه فيه محاولات لاقنع زيدان بالفعل عشان يتولى تدريب الفريق وخصوصا انه مش بس الحقيقة زيدان نجم كبير لكنه سابق ليه انه تعامل مع نجوم الفريق امثال طبعا كريستيانو رونالدو امثال فاران لما كان بيدرب ريال مدريد والاثنين كانوا في التوئيدة يعني بيلعبوا في الريال زيدان حلمه كان انه يتولى مسؤولية تدريب منتخب فرنسا وحلمه التاني كان انه يتولى مسؤولية باريس سان جرمان لكن فرصته في الاثنين دول دلوقتي بعاد يعني نوعا ما بوشتينو مع بي اجي وديشان مع فرنسا اعتقد هم مثبتين اماكنهم بشكل كبير جدا وصعب جدا انه يكون في تغيير في نص الموسم بالنسبة لاثنين فرنسا اللي بتاخد واللي متعلقت بالمناسبة واكتسحت كازاخستان بنتيجة تمانية صفر وبي اجي مع بوشتينو برضو بتقدم عروض كويس على الأقل على المستوى المحلي فمن الصعب انه يكون في فرصة ومن هنا احتمالية انه زيدانيا تولى المسؤولية ممكن تكون قريبة جدا خلينا نروح مع حضراتكم لجنوب افريقيا واحنا كاهلوية طبعا ارتبطنا مع جنوب افريقيا بقصتين قصة بقالها معنا يمكن سنة كاملة وهي قصة طبعا بيتسو موسيماني اللي اعتقد انها قصة نكحة جدا وقصة بيرسيتاو كمان النهاردة نجم جنوب افريقيا واللي بالمناسبة عندهم مطشو مهم جدا النهاردة مع غانا وحاسم فيه التأهل لكاس العالم هيكون معنا واحد من نجوم جنوب افريقيا ومن نجوم سان داونز ثابو طبعا كان واحد من المناسبة من الجيل اللي لعب تحت قيادة موسيماني واللحاقة مع موسيماني وسان داونز لقب دوري ابطال افريقيا على حساب الزمالك المصري ثابو طبعا بداية برحب بيك على شاشة الاهلي وبشكرك على وجودك معنا شكرا جزيلا على استضافتي كل التوفيق طبعا قبل ما اتكلم على مشوار موسيماني وبرسيتاو كل التوفيق لمنتخب جنوب افريقيا في مهمة يعني صعبة جدا امام غانا في تشفيات كاس العالم ازاي بتشوف فرص منتخب جنوب افريقيا في التأهل للمرحلة الاخيرة اعتقد ان منتخب جنوب افريقيا لديه فرصة جيدة جدا لتأهل لكاس العالم لكن بالرغم من ذلك لن تكون مهمة سهلة نلعب ضد منتخب قوي جدا تعرفون غانا غانا لديها لاعبين جيدين جدا وفريق قوي جدا لذلك ما اعرف هو انه يجب عليهم ان يهزمونا ولكن ولكن بالنسبة لنا انا واثق انا واثق ان هذا الامر لن يتم انا واثق فريقي جدا واثق ان فريقي يستطيع يعني ان يتعامل مع هذا الامر يجب ان نحترم الفريق المنافس لانهم لديهم لعبين جيدين ولكن ايضا فريقنا لدينا فريق كبير ومدير فني رائع ولعبين رائعين فالفوز بالمباريات هو يتطلب اللعب اللعب جيدا وروح الفوز تكون متواجدة لتفوز بالمباريات وتستطيع من من وجهت نظرك المنتخبات الخامسة الاقدر والاقدر على تمثيل القرى الافريقية في كاس العالم عشرين وعشرين افضل خمس منتخبات اولا نيجيريا غانا اذا لم تكن ساود افريكا وسحل العاج وبالفعل وطبعا مصر اعتقد ان هذه الفرق ستستطيع ان تؤدي بشكل جيد واعتقد ايضا ان هناك منتخبات كثيرة استطيع ان نعدها كالجزائر والجزائر ستؤدي جيدا في كاس العالم اذا تأهلت كنت من اللعبين اللي تدربوا تحت قيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني وحققت عدد كبير من البطولات اهمها يمكن بطولة دوري عبطال افريقيا 2016 على ما اتذكر من وجهة نظرك اهم ما يميز موسيماني كمدير فني وايه رأيك في تجربته مع النادي الاهلي وفي مشواره اللي حققه مع النادي الاهلي ما اعرفه عن كوش بيتسو موسيماني انه حينما حينما يتولى تدريب فريق لا يجعل الامور صعبة ولكن يحاول ان يجعل الجميع سعداء يحاول ان يطفي جوا من الاخاء والاسرية على فريقه يريد فريقه ان ينفذ شيئا ما في رأسه ويجعل فريق يفعل ذلك بشكل يسير واعتقد انه منذ قدومي الى الاهلي فكوش بيتسو موسيماني تعبر عنه مبارياته هو الان هو الان يدرب اكبر فريق في افريقيا واستطيع ان اقول انه رقم واحد في افريقيا واعتقد انه من الافضل في العالم الان فبالتالي مهمة الكوش بيتسو موسيماني مع الاهلي هي ستكون الاقوى لديه الجودة ولديه فريق قوي جدا على المستوى الفردي والمستوى الجماعي فاعتقد كما تعرفون فحينما يكون هناك فريق تحت قيادة كوش بيتسو موسيماني سيتطور على مستوى الفردي لللاعبين من وقع تجربتك مع موسيماني ايه هي الغلطة التي لا يجب على لاعب ان يرتكبها مع بيتسو موسيماني وعلى العكس ازاي من الممكن للاعب انه يكسب ثقة بيتسو موسيماني اعيد السؤال مرة تانية من خلال تجربتك مع مستو بيتسو موسيماني او التصرفات اللي ممكن من خلالها للاعب انه يكسب ثقة المدرب موسيماني اذا اردت ذلك عليك ان تتواصل جيدا مع كوش بيتسو موسيماني وجها لوجه لاعبا لمدرب او شخص لشخص يستطيع تستطيع ان تتطور كلاعب وتستطيع ان تكسب ثقة في ان تتواصل معه شخصيا طيب اروح لتجربة موسيماني مع الاهلي الحقيقة يمكن في مشوار يعني بسيط جدا الرجل نجح في تحقيق بطولتين لدولي الابطال مع النادي الاهلي وكان حقب لكده لقب تاني مع سانداونز في 2016 من التلات ألقاب منهم لقبين على حساب نادي الزمالك المصري بالمناسبة من وجه نظرك ايه الاختلاف ما بين موسيماني سانداونز وموسيماني مع النادي الاهلي قبل ان يغادر كوتش بيتسو موسيماني قبل ان يغادر سانداونز كان يدرس فرق الاهلي فرق افريقيا كلها كالاهلي والزمالك وايضا الوداد والرجاء البيضاوي ووداد البيضاوي فموسيماني يدرس كل الفرق التي يلعب امامها فبالتالي هو درس اللاعبين جيدا قبل ان يذهب الاهلي قد كان بالفعل درس لاعبي الاهلي ويعرف ويعرف ويتوقع نوع الكرة التي سيعمل عليها فبالتالي فبالتالي هو يعرف الثقافة لديكم جيدا هو يعرف طبيعة المجتمع باختلاف عن جنوب افريقيا هو دائما يقوم بواجبه هو دائما يقوم بتحضيره يحضر يحضر فريقه ويحضر الفريق للفريق المنافس يدرس ويدرس ويدرس افضل الطرق كيف التي بها سيتغلب على الفريق المنافس خليني يا سيب موسيكوتش موسيماني واروح لبرسيتاو واحد من اهم الصفقات اللي اجراها النادي الاهلي الموسم رأيك بداية في انتقاله من برايتن الانجليزي للنادي الاهلي ورغم ان يمكن فيه اصوات كانت بتعرض فكرة الانتقال ازاي انت شفتها شخصيا وازاي شايف تجربة برسيتاو مستعبة برسيتاو مع الاهلي المصري اعتقد ان فريق الاهلي فريق لديه لاعبين جيدين كبيرسيتاو ولكن رأيي هو في البداية لم اكن سعيدا لم اكن سعيدا حينما رأيت يا عائدا الى افريقيا كنت اتوقع ان بيرسيتاو ان يذهب بيرسيتاو الى ابعد من ذلك الى ابعد من برايتن ولكن قلت لنفسي ان افضل فريق في افريقيا اذا انتقل الافضل فريق في افريقيا فبالتالي سيتغلب على سيتغلب على فرق اقوى وسيتطور واعتقد انه كان عليها ان يكون في هذه المنافسة القوية مع الاهلي واستطيع بعد ذلك ان يذهب الى اوروبا مرة اخرى فاعتقد انه اختار افضل فريق لديه في هذه المرحلة الاهلي وافضل فريق في افريقيا الاهلي يضم الان لاعبين جيدين جدا من خارج مصر ومن داخل مصر ولديه افضل مدير فني كوتش بيتس موسماني فبالتالي كل هذا مفيد للفريق الاهلي فبالنسبة لبرستاو انا اؤمن تماما انه يستطيع ذلك اعتقد انه لعب رائع اعتقد انه امامه فقط بضعة اشهر لنرى النسخة ببرستاو الحقيقية والتي استطيع ان تنقله نقلة اخرى مرة اخرى الى اوروبا اعتقد انه اختار الجودة الاعلى المتاحلة هو افضل لاعب في جنوب افريقيا وفي افريقيا بطبيعة الحال ولكن انا اود ان اراه بالطبع يلعب في اوروبا مرة اخرى وجود يعني واحد من نجوم التدريب في قارة افريقيا كلها بيتسو المسلماني على رأس الجهاز الفني في النادي الاهلي ووجود لعب مهم جدا من جنوب افريقيا بحجم بيرسي تاو مع النادي الاهلي هل ده من وجه نظرك واحد اثر على شعبات النادي الاهلي اتنين فتح سوق جديد للعيب جنوب افريقيا انه بالتأكيد هذا امر الهام قبل ان ينتقل بيرسي الى الاهلي كان لدينا فقط باكماني مالامبي هو لعب للاهلي ولكن لم تكن تقربة موافقة لكن بالنسبة لبيرسي تاو الامر اكبر بالنسبة لمشجعي جنوب افريقيا فبالتالي الجمهورة الجنوب افريقي يتابع الان الاهلي بشكل اكبر والاهلي بالنسبة لنا كان اكبر فريق في افريقيا فبالتالي فتح هذا فرصة للعبين جنوب افريقيين للعب في مصر مرة اخرى وخصوصا في الاهلي وان تلعب في دور الابطال الافريقية كل عام وان تنفس في كاس العالم الاندي كل عام هذا امر تريد ان تراه لكل لعب جنوب افريقي وكل لعب يريد ان يرى نفسه في هذا المكان ومن هذه الخطوة تستطيع التأهل لأوروبا وكذلك وجود كوتشبيتسو موسيماني هذا امر مفيد جدا للكرة جنوب افريقية طيب ومناسبة كلامنا على بيرسي تاو نجم وطبعا جنوب افريقيا خلينا اسألك على نجوم الكرة الافريقية من وجهة نظرك على مستوى العالم مش بس مستوى قارة افريقيا مين الاسماء الاهم او مين الافضل من وجهة نظر تابو على مستوى النجوم الكرة الافريقية في الوقت الحالي حسن يوجد هم لاعبان فقط استطيع ان اقول هم افضل لاعبان يلعبان في اوروبا الان واذا اردت ان اسمي ساختار محمد صلاح هو افضل لاعب هو افضل لاعب حاليا يؤدي بشكل جيد واعتقد ان ليفربول يجنون الكثير من وراء محمد صلاح وايضا ساديو ماني هو ايضا لاعب رائع ولكن بالنسبة لي محمد صلاح يحرز اهداف معظم الوقت وبالتالي وقريبا اعتقد ان ليفربول سيخسر محمد صلاح فمحمد صلاح هو الافضل حاليا في افريقيا افضل لاعب في افريقيا وحاليا في العالم هل ترى ان صلاح يستحق لقب الافضل في العالم يعني نعم يحققها من قبل على مدارة تاريخ سوى جورجوية طبعا نجم ليبيريا هل شايف ان صلاح بيت مؤهل في الوقت الحي التحقيق لقب الافضل على مستوى العالم نعم بالطبع محمد صلاح يتميز بالثبات على مستوى محمد صلاح يتميز بالثبات في مبارياته حينما تنتقل من مستوى اقل وتنتقل لمستوى اعلى ولا للأسفل فمحمد صلاح ينتقل من اعلى لاعلى لاعلى محمد صلاح لا ينزل ابدا فبالتالي هو الأحق بالفوز بالبالوندور وأعتقد أنه الأفضل وأعتقد أنه سيستمر في المزيد بالفوز المباريات لليفربول في إنجلترا وكذلك بالنسبة لدور الأبطال فهو يؤدي جيدا يحرز أهداف في البريمير ليج وفي دور الأبطال على حد سواء فأعتقد أن هذه فرصة مواتية لمحمد صلاح أن يحرز لقب أحد الضلاع في العالم نجم سانداونز وجنوب أفريقيا ثابوا بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا في السادسة وكل التوفيق لمنتخب جنوب أفريقيا طبعا كل دول أفريقيا ليها طبعا دي القارة الأم في الأول الآخر لكن جنوب أفريقيا بحكم روابط الموادة وبحكم وجود بيتسو مسلماني وبرسيتو بالتأكيد قلوب المصريين وعلى أقل قلوب الأهلوية معاهم في مشوار التصفيات عندهم مباراة مهمة جدا أمام غانا النهار لما تكلمت مباراة على المنتخب وفي أي لحظة من اللحظات بوجه فيها انتقاد بالذات للجيل ده من لعبتنا اللي بيمثله منتخب مصر واحد حبا في المنتخب وطمعا في أن أنا أشوفه في أفضل أحواله اتنين ثقة في الإمكانيات اللي بيتمتع بيها الجيل ده وللأسف ما قدرش يحقق يعني آه وصول كاس عالم في روسيا كان حلم بعيد المنال وقدروا يحققوه لكن ما ظهرناش بالمستوى النهاردة الغاية النهاردة الناس بتفتكر مطش مطشات كاس عالم 90 بتفتكر جولجة بتنمجدي عبدالغاني بتفتكر مباراة مصر وهولندا لكن لو سألت حد على مطش كاس عالم روسيا محدش كتير فاكر فعشان كده بشوف أنه الولاد دول عندهم فرصة أنه هم يوصلوا ويروحوا بينا لبعيد ويرجعوا للمنتخب إمكانياتهم قدراتهم خبراتهم الصغيرين اللي كانوا أشبال أو كانوا شباب بقوا خلاص كبار وبعندهم من النطج والخبرة ليسمح لهم بتقديم الكثير أهلا وسهلا بكل الزمالكوية طبعا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للنادي الأهلي يسعدنا جدا ويصلك قلوبنا أنكم تتابعونا تمتعوا عنكم وتمتعوا ودانكم بكلامنا وتتعلموا كتير جدا لكن لا يسمح بأي شكل من الأشكال بالتجاوز أو بالتشكيك فيه النواية أمر لا نقبله خلينا نتكلم أكتر على مشوار منتخب مصر وعلى مرحلة كارلوس كيروش وعلى المنتظر في اللي جاي وهو صعب مع ضيفنا في أستادسة نجمة من نجوم النادي الأهلي كابتن رمضان السيد بس بعد الفصل لما تكلمت مبارح وقلت وقارنت بين الجيل ده والأجيال اللي موجودة قبل كده وقارنت بين اللي يستحق أن الجيل ده يوصل له وبين الإنجازات اللي حققها أجيال سابقة وقلت أنه واحدة من أهم عناصر تميز المنتخب المصري في السنوات اللي تواهج وتقلق فيها كان بقى مع كابتن جوهري في إيطاليا 90 في بوركينا فاسو 98 أو مع كابتن حسن شحيطة 6 و 8 و 10 أنا بتهيق لي وأعتقد كتير من الخبرة يتفهم عايف ده الروح الروح اللي كانت موجودة في منتخب مصر الغيرة على تي شيرت منتخب مصر الشرف اللي حاسس به كل لعيب شايل اسمه مصر ما تقنعنيش أنه الإمكانيات والفوارئ اللي بيننا وبين منتخب زي البرازيل دابت في مباراة من 90 دي لو لا حالة الروح والغيرة والقتال اللي كان موجود والإحساس بالمسؤولية اللي عند اللعيبة ما تقنعنيش أنك ونت بتلعب إيطاليا تاتا تات وبتكسب إيطاليا واحد صفر أنه الفوارئ الفنية والإمكانيات والتاكتك اللي بتلعب به منتخب إيطاليا داب وراح وتلغى في مباراة مدتها 90 دي إلا لو ما كانش فيه روح عند المصريين الروح اللي أنا نفسي نشوفها بترجع ما عنديش شك في إمكانيات اللعيبة وكل ثقة شايف أنه الراجل كيروش عنده والحقيقة سيفي محترم جدا ويصلح جدا أنه يقود منتخب مصر للوصول لكاس العالي لكن المقدمات ما تطمنش عشان كده بنتكلم عشان نحاول نهايلايت أو نصلط الضوء على الأخطاء ونحاول نصلح لأنه عندنا فرصة والراجل يمكن نتكلم على ده في المؤتمر الصحفي نتكلم على منتخب مصر واللي جاي مع واحد من نجوم الكرة المصرية ونجوم نادي الأهلي كابتن رمضان السيد ضفنا النهاردة في السادسة مساء خير كابتن رمضان مساء خير أبو حميد نور الدنيا ربنا خليك أنت نور أبو حميد إيه الفروق اللي حستها ما بين مرحلة كابتن حسام البدري وما بين تولي كيروش المسؤولية لأ طبعا ونتخب مصر فرق في إيه أعتقد أن الشكل تغير الشكل تغير آه طبعا بقى لنا الحقيقة هوية ولينا شكل في النواحة الدفاعية وفي النواحة اللجومية في مهورتين ليبيا تمام مهورتين ليبيا الحقيقة تتعاملوا بشكل كويس قوي مهورتين ليبيا دول يتحزبوا الكابتن حسام البدري أكتر ما تحزبوا الكيروش؟ لا لأنه أضاف أضاف شايف أنه في الوقت الصغير ده آه في وقت عشر تيام الحقيقة كان المدر عشر تيام وأضاف الحقيقة في الشكل طريقة اللعبة وفي الشكل التكتيكي وأضاف كمان الحقيقة عمر الحقيقة مرموش أعتقد أنه هو يحسب له الحقيقة يعني يحسب قلنا لكابتن حسام على مرموش ده قلنا على أحمد حمدي على فكرة وبقول تاني لكابتن ضية وكابتن شوقي وميستر كيروش وأحمد حمدي يستحق أن يبقى فيه نظر عليه زي ما فيه أسماء كتير كمان عندنا في منتخب في الدوري المحلي أحمد عبدالقادر أحمد رفعت طبعا يستحق أن هم أحمد سمير يستحق أن هم يبص عليه طبعا فالحقيقة هو أضاف يعني وعمل حقيقة مبراتين ليبيا بشكل طبعا هاي الحقيقة يمكن طبعا فيه 40 دقيقة في مبارات الأمس الحقيقة أعتقد أن يعني أسوأ 40 دقيقة من فترة كبيرة جدا لمنتخب مصر لأن يعني كل حاجة كان فيها غلط الحقيقة أولا أنت يعني حيث أن أنت بتدي لمحمد شريف كجناح أنا في رأيي صعبة جدا أن أنت تلعب بعمر السلية والنيني اللي اتنين مفروض تمانية أنت نص ملعب بتاعك كان متاخد طوال اللي 40 ديو ما الزبطش لما حامد ينزل الزائد أنه هو كمان فيه خطأ كمان فني أنه هو لعب زون نص ملعب بدون أي رقابة ما حدش بيرق بحد ولا ضغط يعني أنت مفروض هتلعب زون نص ملعب ماشي كويس قوي بس أي حد بيخش نص ملعبك بيبقى فيه رقابة وتنفس الضغط عشان تستخلص الكورة إحنا كان بتعمل علينا زيادة عديدية على أقرم توفيق طوال 40 دقيقة فيه 2 على 1 على طول وزيادة عديدية على أبو الفتوح لأن محمد شريف مش هينزل يعمل واجب الدفاعي في المكان مثلا يعمل مساندة دفاعية مع أبو الفتوح ولا محمد صلاح أساسا تبدو له الواجب الهجومي وبتشغل محمد صلاح في النص ملعب الفرق الثاني بمناسبة كلامنا عن ماتشا أنجولا وعلى ماتشا الجابون طبعا اللي هتكلم مع حدك عليه يمكن مستر كيروش النهاردة كان عامل مؤتمر صحفي في فندق مقر إقامة الفريق خلينا نروح لزميلنا محمد توفيق مرسل قد تنادي الأهلي موجود هنا حضر المؤتمر هتكلمنا على طبعا أهم مجاة فيه المؤتمر الصحفي من تصريحات على لسان كيروش سواء فيما يتعلق بالتساؤلات المتبطة بماتشا أنجولا أو اللي جاي طبعا مع مبارات الجابون محمد مساء الخير مساء الخير الزميل عزيز أحمد حياتي ليك والكابتر رمضان السيد نجم مصر والنادي الأهلي وكل مشاهد برنامج السادسة في كل مكان أهلا بيك محمد خلينا نتكلم أو تستعرض معنا كده ومع مشاهدي ومتابع السادسة أهم التصريحات اللي تكلم فيها مستر كيروش فيما يتعلق بمباراة نبتدي مباراة أنجولا في البداية يمكن مستر كيروش نوى في بداية المؤتمر بكرة إن شاء الله عن نظر أن يضيق الوقت في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة طبقا لبرتوكول الاتحاد الدولي ففضل أن يعمل المؤتمر النهاردة بحيث أن هو يتكلم مع الصحافة والإعلام ويقول كل الكلام اللي هو عايز يقوله ويعني يفسح المجال أمام الجميع أن اللي عايز يسألها حاجة أو عايز يكون ليه تعليق على حاجة يقولها يمكن الرجل يتكلم في الأول فضل قبل ما يتلقى أسئلة أن هو يكون ليه بعض التصرحات يمكن عايز أقول لك لو هنقول عنوان كده زميلة أحمد للمؤتمر النهاردة أن مستر كيروش قررها أكتر من عشر مرات خلال مؤتمر الصحفي قال كاس العالم بالنسبة لمنتخب مصر في شهر مارس وليس في شهر ديسمبر زي بقى المنتخبات أنا بالنسبة لي كاس العالم هو في مارس مش ديسمبر لا مش هنتظر لديسمبر بالعكس أن كاس العالم بالنسبة لي هو في شهر مارس وده طبعا كناية عن المباراة الفاصلة إن شاء الله اللي هتوصلنا بإذن الله لكاس العالم يمكن كان في البداية اتكلم قال طبعا إحنا يعني كان بداية العمل بدور المجموعات ونجحنا في هدفنا وإن احنا صعدنا للمرحلة التانية من التصفيات والمرحلة الأخيرة قالوا لكن شغلنا ما انتهاش عند كده فيه هدف أكبر وهو الوصول لكاس العالم نفسه وأنا بالنسبة لي التركيز كله وكاس العالم بالنسبة لي هو في مباراة مارس الزهاب والعودة فيه المباراة الفاصلة أنا مش هنتظر لديسمبر ممكن المثال كده بسيط ألا أنا مش هقعد على طرابيزة الطعام واستنى الطعام لازم الطعام يكون نتحضر الأول وإندي لو قعدت على الطرابيزة منتظر الطعام وهو مش موجود فما فيش فائدة أنا أهم حاجة عندي الوقت هو إحضار الطعام نفسه قبل ما أجلس على المقعد الخاص بيعة طرابيزة الطعام وهو يقصد بكده كاس العالم قال إحنا لازم إحنا لو نروح كاس العالم وما ننتظرش لما كاس العالم في ديسمبر يبدأ ومصر مش موجودة فيه اتكلم كمان عن حلم الوصول قال أنا أنا دي ده حلم بالنسبة لي شخصي زي ما هو حلم لكل المصريين أنا وصلت قبل كده أربع مرات وبحلم أن أوصل المرة الخمسة مع مصر وأعتقد قد ده حلم مشروعة جدا لكل المصريين وكل الناس اللي بتعبيرني أوردود الأفعال أن الناس كلها مصممة أنها هتروح كاس العالم قالوا أعتقد أن مصر تستحق أكثر من كده وجمهور مصر يستحق وهذه المجموعة من اللاعبين كمان تستحق أنها تكون موجودة إن شاء الله في كاس العالم العام المقبل كمان قالي أن أنا محتاج توليفة من ثلاث عناصر أنا شغال عليها وأول عنصر فيهم هو اللاعبين أنا محتاج أشتغل على مجموعة اللاعبين وأنا مش ألقاء من عنصر اللاعبين بذات قالي أن مصر لديها خيارات كثيرة في هذا العنصر وفيه لعبين كتير لديهم الخبرات ولديهم الروح وقال أن ده لمستوا في اللاعبين وأول ناس بهنيهم بالصعود للمرحلة الثانية هم اللاعبين لأن شفت منهم إخلاص وجهد وعرق في الملعب يخلوهم فعلا يستحقوا وكمان منتخب مصر وجمهور مصر يستحق أنه يكون موجود في كاس العالم قالت أنا عنصر طبعا محتاج له في التوليفة اللي أنا هاوصل بقى كاس العالم هو التحضير قال لازم نكون كلنا فاهمين أن كاس العالم ده بيجي مرة كل 4 سنين ما بيجيش مرة كل سنة ولا مرة كل سنتين هي مرة واحدة كل 4 سنين لازم اللاعبين والمسؤولين كلهم يفهموا أن دي فرصة واحدة كل 4 سنين لازم كنا نشتغل عليها عشان نحق الهدف ونوصل لكاس العالم قال أهم عنصر وآخر عنصر أن نكمل شغل قاله بالنسبة لتكملة الشغل هو العمل على عقلية اللاعبين قال أنا عاوز أحاول عقلية اللاعبين للفوز وليس أي شيء تاني غير الفوز قال أنا عاوز أحاول لغاية لما أحاول شهر مارس يكون منتخب مصر هو الأول إفريقيا قال مش هقدر أحاول ولا حق هدفي ويكون بباري كوياني ألعب أطلام كباري العالم وموجود في كاس العالم قبل ما مصر تكون حقات الهدف الأهم وأنها تكون رقم واحد في أفريقيا قال بعد ما يكون رقم واحد أفريقيا هقدر أحاول مع كل المنتخبات ونفس كل المنتخبات ألمانيا فرنسا إيطاليا مش هقدر أعمل دوات غير وانا رقم واحد في أفريقيا وأهم حاجة في هذه الجزئية أن أنا أشتغل على عقلية العبيد اتكلم كمان أنه قال إن ما فيش حاجة اسمها فوز بالسمعة ولا التاريخ قال إحنا آخر مرة خدنا كاس أموم أفريقيا كان من عشر سنين ده مش اللي هيخلينا نكسب الحاجة الأحدة اللي هتخلينا نكسب إن إحنا نشتغل نعد نحضر نذاكر الفرق اللي قدامنا نكون أفضل من الفرق اللي قدامنا عشان نقدر نحقق الفوز عليه كمان اتكلم قال إن يعني خبراتي في كاس العالم هي اللي خليتنا أقول كل الكلام دوات من خلال خبراتي سواء في يعني في التصفيات أو كمان في كاس العالم هي اللي خليتنا أوصل لنتاج دي وأنا مصمم إن شاء الله على حلمي وحلم جمهور مصر إن احنا نكون مع بعض في كاس العالم للمرة الخامسة في تاريخه وإيه المرة الرابعة في تاريخ مصر كمان بقى يمكن تم توجيه أسئلة يعني أول سؤال كان انت ضغط نفسك ومتحمل المسؤولية بشكل كبير جدا خاصة في كلام عن مباراة تمارس قال لو بطلت أتحمل المسؤولية ولو بطلت أعمل تحدياتي نفسي يبقى لازم أمشي قال اليوم الله هبطل فيه إن أنا أضغط نفسي وأتحمل المسؤولية لازم أمشي على طول من المنتخل قال له بعدين يعني أنا بتكلم الكلام دوات قال لي عايزة صحصح كل يعني بنفس اللفظ كلا قال لي عايزة صحصح كل اللي حوالي اتحاد الكرة اللاعبين الجمهور الرعاة قال لي عايزة صحصح كل الناس عشان الناس تدرك أهمية الوصول لكاس العالم لأن ده حلم بيتحقق كل أربع سنين لكل منتخبات العالم كمان السأل عن هيلعب مباراة الجابون إزاي ممكن ده كان سؤالك في الأول قال أنا مباراة الجابون هي بالنسبة لي مباراة في تصفيات المؤهلة لكاس العالم حتى لو كنت وصلت فأنا المباراة دي مهمة جدا بالنسبة لي هلعب بالتشكيل طبعا سؤلت على التشكيل وهلا هيجرب العامين جداد قال أنا هلعب بالتشكيل اللي أصق فيه ثقة عمياء إنه هيحقق الفوز قال حتى لو ما كنتش عايزة أغير فأنا مضطر للتغيير خلال المباراة لأن عندي لعبين عبدالله السعيد هيغيب للإصابة أحمد فتوح في نسبة كبيرة جدا أنه هيغيب للإصابة لسه هتعمله اختبار غدا كمان اتكلم عن أن أكرم توفيق معي إنذارين فمش هيقدر يكون موجود في المباراة كمان اتكلم عن نقطة مهمة جدا زميلة أحمد أن في أكثر من لعب المتخب حصلين على إنذار أول ألفا مش هقدر أجازف ولاعب يكون حصل على إنذار أول وأنا الأهمية عند أن يكون موجود معايا في مارس وبالطريقة دي المباراة اللي أنا محتاجه فيها فعليا مش هكون متاح معايا طبعا لأنه أخذ إنذارين فقال ده كمان كل ده هفكر فيه مع الجهاز المعاون قبل المباراة قبل ما أخد قراري بالتشكيل قال لك اللي أنا عاوز أكد لكم أن كل اللاعبين هيبقوا كويسين أنا واصل في كل المجموعة وأحسن التشكيل اللي أنا مطمئن أنه يحقق الفوز هو التشكيل اللي هيبدأ المباراة كمان يمكن يتساءل عن تفضل تلعب منتخب مين في المباراة الفاصلة أعتقد يعني كانت إيجابته عبقرية جدا زميلة أحمد قال أنا عاوز لما أصل لمارس ما فكرش أنها لعب مين أنا عاوز قبل ما أصل لمارس كل منتخبات أفريقية التسعة الأخرى تكون تخشى إنها تلعب منتخب مصر أنا مش هفكر لعب مين أنا عايز من هنا لحد مارس من خلال إعدادي وشغل مع لعبتي كل المنتخبات تسعة تكون كارها إنها هتواجه منتخب مصر وكلهم هم اللي عملين حساب وهم كلهم اللي خايفين يلعبوا منتخب مصر في مباراة البلاي أوف فأنا ده الهدف لي مش هدف ألعب مين قال لما أكون رقم واحد في أفريقيا وأفضل فريق في أفريقيا كل الفرق هتخشاني وهتهبني مش العكس وأنا مش هكون في هذه الحالة فارق معايا أنا بلعب مين صحيح تصريحة محترمة جدا جدا من كيروش طبعا مدير الفني لمنتخب مصر وبالتأكيد فيها كتير من النقط اللي محتاجين نقف معاها الراجل حقيقة ويمكن انتفقت رؤيته وكلامه والنقاط اللي اتكلم فيها مع كل الكلام اللي احنا بقالنا يومين عشان ما حدش بيقول بس ان احنا بنهاجم المنتخب المصري وبنكسر في المنتخب المصري على العكس الراجل واضح رؤيته واضحة جدا ومتفق معنا في كل المبادئ والأهداف وده طبيعي جدا واعتقد انه وفيش حاجة بتجمع كل المصريين بمختلف انتماءاتهم زي المنتخب المصري والطمن يا كيروش جماهير الكرة المصرية مصح صح جدا معاك عايزين اللعيبات صح صح زي الجمهور وعايزين اتحاد الكرة صح صح زي الجمهور كلنا وراكم وكلنا بنستهندكم وكلنا بندعمكم وهدفنا مش بس ان كان ليه ان انا نتكلم يعني مش بس الوصول لكاس العالم لا هدفنا ان احنا نقدم الكرة المصرية في كاس العالم بشكل يليق بنا وبتاريخنا بشكرك طبعا محمد توفيق زميلي من المؤتمر الصحفي اللي عقد على هامش طبعا مبارتين انجولا وجابون كابتر رمضان اعتقد النقاط في منتهى الاهمية يهمني اسمع تعليق حضرتك بس ان ناخد مساحتنا وناخد وقتنا في الكلام اسمنا نروح لفاصل سريع واخير ونرجع لحضرتك مرة تانية تابعنا مع حضرتكم طبعا تخطيط زميلي محمد توفيق من مؤتمر الصحفي رجل يعني خلينا لخص حضرتكم النقاط الاساسية اللي اتكلم فيها الرجل اتكلم على الاهداف اتكلم على الاختيارات اتكلم على التحضير واتكلم على العقلية الخاصة باللعب المصري نتكلم مع كابتر رمضان السيد طبعا برحب بك مرة تانية كابتر رمضان بداية اجمال انك شايف المؤتمر الصحفي والمحاور او النقاط الاساسية اللي ركز عليها مستر كارلوس كيروش ازاي يعني اعتقد انه اكلم في 3 ا4 حاجات الحقيقة مهمين جدا يعني يمكن بس يمكن انا عاوز اعلى الحقيقة حيات الاختيارات الاختيارات دي انا بعتبرها يعني الاساس يعني من رقم واحد لرقم مليون تجيت على الجرح هي نقطة مصر الجدل الحقيقي في المنتخب المصري الاختيارات كارلوس كيروش الاختيارات الحقيقة وانا يمكن برضو انا بواجه برضك الحقيقة رسالة يحمد الحقيقة للجهاز المعاون دية ومحمد شوقي واسام الحضري الجهاز المعاون لازم يباليه دور يعني واضح ان الرجل شخصيته قوي بس هي يعني ماشي بس انا يعني اوصل اوصل مثلا معلومة في الاختيارات يعني انا النهاردة لما اجي دية ومحمد شوقي عارفين ان محمد شريف لا يمكن هيديلك في حت الجناح دي بالشكل اللي هو الحقيقة في الفورمال اللي هو عليها لو لعبته بمهاجم ما لازم اكلم معاه في حت الاختيارات المباراتين الليبيا الحقيقة كان فيه مشكلة كبيرة جدا استبعاد محمد شريف استبعاد أفشا انا بس يعني انا نفسي هو حد يسأله يقوله يعني الاستبعاد ده كان ليه هو فلسفته مش واضحة لغاية الوقت يعني افترضت بعد الافترضات هو الرجل يبدو انه عايز يوصل رسالة انه انا صاحب الكلمة الاولى والاخير ومن الوالد كمان انه يكون مقتنع مثلا بالعيبة زي شريف وقفشة في المطش بتاع مطشين ليبيا او مقتنع بالعيبة زي مثلا رمضان واحمد سيد زيزو في مطش انجولا بس ايه بيضغط عليهم عشان يستنفر يطلع من عندهم الافضل يعني الحقيقة الاختيارات دي حاجة مهمة جدا وكان في التجمعين الحقيقة التجمع الاولاني استبعد محمد شريف واستبعد افشة والتجمع التاني استبعد زيزو واستبعد رمضان صبحي ورغم ان انت لما تجي تحسبها وتجي تعملها تقييم ان عمر مرموش كان مصاب طبع ما انت عندك بقى رمضان صبحي بيقوم بالدور دول الحقيقة والعشرين دقيقة للعيبهم رمضان صبحي في مبارات ليبيا كان منتج جدا احرز هدف واشتغل بشكل كواس اوي وفي لعيبة حتى لو رجعت شوية عن مستواها يعني الاربع اسمائها حتى قلتهم شريف افشة رمضان احمد سيد زيزو لو حتى بعيد لازم يبقوا موجودين لانه دول هيكون لهم اكيد دور اساسي مع المنتخب لازم يبقوا حاضرين معك بيشتغلوا معك حتى لو عادتهم على الدكة جنب منك يعني ده مهم جدا من وجهة نظرك ده دور الجهاز المعاوم انا في رأيي دور مهم جدا للجهاز المعاوم يعني هي مفيش حاجة اسمها دكتورية في حيث المدير فني ان انا رأي وبس ومش اخد برأي حد طب انت واخد معك الجهاز المعاوم ليه وهنا الجهاز المعاوم ده اسمه جهاز المعاوم هيعاونك فيه التغييرات هتستشيله فيه الاختيارات هتستشيله في ان انا فيه العيبة مثلا انت مثلا حاجتها في موظفها في مراكز لا ده مش مركز ده ما ادارش يديني فيه الحاجات دي كلها لازم يعني مهمة جدا يعني انا انا في رأيي ان احنا لو احنا عملنا الاربعين ديئة دولة بتوقع مطش الانجولا في اي في المباراة اللي جاية اللي هي المباراة الفاصلة اعتقد ان انت مش تدير ترجع للمباراة تاني طيب هو اتكلم على المباراة الفاصلة دي يعني اتكلم وخليني ابقى صريح مع حضرتك النس حتى دي على قلبها يعني النس في مصر النهاردة مش خايفين من كاس العرب ومش خايفين من بطولة افريقيا خايفين اكتر من المطشين بتوقع مارس وهو اتكلم في ده النهاردة وقالك انا عيني مش كاس العالم بالنسبالي مش ديسمبر 22 كاس العالم بالنسبالي مارس 22 وده الصح ده الصح بس خليني اقول حاجة منتخب مصر بقاله كتير ما قابلش فريق من العرى التقيل بالزبط وبالتالي الناس مش قادرة تحط ايديها على المستوى اللي فيه منتخب منتخب يطمن ولا ما يطمنش لو اعنا في موجة فرقة من العرى التقيل هنقدر ولا هنعاني وهي دي المشكلة الكبيرة الحقيقة ايه ان احنا لغاية دلوقتي مفيش اتمئنان على الحالة الفنية والبدانية لمنتخب مصر والتجانس اللي يبقى مفروض موجود الحقيقة لان احنا برضا كل المبارات اللي احنا قدناها حتى مباراتين ليبيا اعتقد مستوى اقل يعني اقل احنا تصفيات افريقيا وتصفيات كس العالم ما شفناش فيها فرقة ما فيش فرقة قوية ما لعبناش ما قبلناش فرقة قوية فدي كمان مهمة جدا انت بتتكلم دلوقتي على الحقيقة مبارات المبارات الفاصلة مبارات احنا اللعبين او انقابل مين هو قال حاجة كويسة بس بشرط الحاجة اللي قالها دي انه هو ما يهموش اه يعني مفروض بقى ان انا ازاي هعدي فرقتي وازاي هعدي التيم بتاعي لأي حد بقى جاي اجايلك سنغيل جايلك جزاير جايلك دخلتني في الحتة المهمة من هنا المارس هل شايف انه الفرصة لمنتخب مصر كافية ان انا اكون جاهز عشان اوصل لهدف هو قالك انا عايز اوصل لمارس والتسعة اللي معايا يخافوا يلعبوا منتخب مصر طيب ده فيه فرصة وفيه وقت كبير جدا 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 ان انا عد منتخب منتخب مصر بالشكل اللي يليج باسم منتخب مصر لان احنا لغاية دي الوقت بقالنا فترة كبيرة جدا جدا الحقيقة لا مفيش هو للشكل بتاعك ازا كنت انت وانت بتدافع وانت بتهاجم وانت بتقدم امرياتك يعني ده مش موجود انت كنت بتتكلم من حقيقة في البداية مع كابتن جوهري في شكل مع كابتن حسن شحاتة 2006 2008 2010 الحقيقة حاجة يعني يعني نتائج ايجابية ومتعة يعني برازيل وإيطاليا وبطولات أفريقيا بتلعب مع عغانة برة وفي أرضها وبتاخد من الكامير وبتاخد من كودفور انت بتنام أفريقيا من المغرب بالضبط احنا كنا بنيجي اللاعب لما كنا هنيجي اللاعب كودفور كنا عمينا نحسب ايه ده احنا لعبهم ازاي مع كابتن حسن شحاتة في 2008 ده رجبة والتيم بتاعه والتيم اللي كان مكسر الدنيا قبل ما اللعبه احنا لعبناهم يعني عملنا عليهم تفوق كبير جدا 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 في كل مبارياتنا دينا شكل زي ما بقولك هو من هنا بقى لغاية مارس عنده الوقت انه هو أولا الاختيارات دي حاجة مهمة جدا ولازم زي ما قلت لك يبقى فيه بيسمع لجهاز المعاون هيعد بقى المنتخب الحقيقة لغاية مالستقراتنا هنقابل اي فرقة من الكبار من الفرقة التقيلة الحقيقة لازم نكون واسطين بقى الفرمة بدنية وفرمة فنية على مستوى عالي جدا على نفس المستوى الحقيقة اللي كان اللي كنا منتخب مصر عليه في 2006 2008 2010 ومع الكابتن جهر نوقف مع الاختيارات ونوقف مع الأسماء بس خلينا نشوف كده هو الرجل يعني كان وزي ما قال في المؤتمر انه متواقع انه تشكلة المنتخب بيبقى عليها تغييرات كتيرة جدا في المباراة اللي جاية سواء لإراحة بعض اللاعبين سواء لإصابة بعض اللاعبين أو لغيابهم بسبب الإنذارات خلينا نسألنا الناس كده توقعاتهم لشكل المنتخب في المباراة اللي جاية تعال نستعرف مع حضرتك الإجابات ونسمع رأيك كابتن روضان ايه التشكيلة والطريقة الأمسة لمواجهة الجابون مباراة خالية من الضغوط تشكيلة على حسب ما بيقول عمر رضا أبو جبل حراس المرمى أيمن أشرف محمود علاء وحجازي وأكرم توفيق أكرم طبعا هيغيب لأنه أكرم عنده إنذارين فبيقترح أحمد فتحي إنني وحمدي فتحي في النص الملعب وقدامهم أفشة وعلى اليمين هيبقى مصطفى فتحي وعلى الشمال مروان حمدي أو لا عايز يلعب شريف جناح أعتقد لأنه مروان صعب أو يلعب جناح يعني هو عايز يلعب شريف في نفس المكان اللي بدأ فيه مباراة أنجول طبعا مشكلة طبعا نروح لأبو جبل وفتحي وعلى وحجازي وأيمن أشرف حمدي فتحي وإنني في النص أفشة محمد شريف مصطفى فتحي مصطفى محمد نفس التشكيل ده من تاكي محمود عفيفي المباراة ليست لها أي قيمة المفروض يرايح الأساسيين كلهم ويدي ناس تانية الفرصة طب نسمع رأيي كابتر رمضان مطش الجابون مباراة خالية من كل الضغوط أنت ضمنت صدرت المجموعة بتلعب مباراة على أرضك مع ضيف متوسط المستوى إزاي تستفيد بالتجربة دي وتطلع أو تحقق الأهداف من وجهة نظر كابتر رمضان يعني أنا مبدئيا حيط التوظيف دي مهمة جدا أنا النهاردة يمكن فيه علامات استفهام الحقيقة في عدم استخدامه للأفشة يعني أفشة نكرر تاني أفشة الموسم اللي فات وموسم الأبنين من أفضل اللعيبة اللي موجودة في المسابقة في الدور المحلي ومن أفضل اللعيبة اللي اتواجدت فيه بطولة الأندية الأفريقية مع النادي الأهلي وفي نفس الوقت أداءه مع منتخب مصر كان ليه تواجد وكان منتج بشكل كبير جدا فطبعا أفشة ضروري جدا جدا أنه يبقى ليه دور أساس الحقيقة في المباراة اللي جاء إن شاء الله محمد شريف لو هيوظفه في حيثة الجناح أنا في رأيي ده ده مشكلة كبيرة جدا يعني يبقى إحنا بقى يعني إحنا مش معقولة مثلا في مباراة الأنجولا نقعد 40 ديئة لغات ما نقرأ إن إحنا عندنا مشكلة يعني أنا في رأيي ده كانت مشكلة كبيرة جدا لكروش نفسه أنا ما ينفعش أنا كمدير فن قاعد بالتابع المباراة وبعدين نقعد 40 ديئة لغات ما صلح أنا 40 ديئة ده دخل فينا جوليل وكما ممكن يخش فينا جوليل تاني صحيح والله آه يعني ما ينفعش أبدا يعني ده أنا بالعكس ده أنا في خلال 20 ديئة أنا شايف شكلي في رأيتي كده في انهيار مش في مستوى ليل ولا سيء لا انهيار تام لازم يعمل تدخل كان لازم يعمل تدخل في نفس الوقت زيان بقولك أنا النهاردة محمد شريف لازم تستخدمه كمهاجم أفضل مهاجم موجود في مصر ومش بالكلام لا ده أثبت كده في كل مبارياته اللي شارك فيها مع منتخب مصر في كل مبارياته اللي شارك فيها مع نادي الأهلي في كل مبارياته اللي شارك فيها حتى في الدوري المحلي نفس الحكاية بالنسبة لو هو عاوز هيلعب بأربعة ثلاثة ثلاثة ما فيش مشكلة يعني يلعب بحمدي هو خلينا تفل أول هو انت اللي انت عايز توصله كابتر رمضان انك انت تعمل فرقة قوية يعني هجوميا منتخب مصر نادرا نادرا ما حتى المنتخبات اللي احنا واجهناها ما ظهر بالشكل الهجومي الشارس يعني ستنق مباريات ليبيا شوية مباريات على فطرات على فطرات لكن الكرة الهجومية الكرة اللي تهاجم فيها اي منتخب انت عايز تهاجه انا ما شفتش ده في منتخب مصر هل القماشة ما تسمحش يعني القماشة بتاعت اللعيب ما تسمحش انه منتخب مصر يبقى شكله فيه شراسة هجومية هل طريقة اللعب اللي احنا مختارينها لا تناسب انه منتخب مصر يبقى عنده شكل هجومي يعني ولا هيا دي امكانياتنا وعلينا ان احنا يتعامل عليها على اساس حقيقة انا لسه بكلم يا احمد في ايه ان انا قعدت اربعين دي الحقيقة بلعب زون نص ملعب وفي نفس الوقت قتلك ما فيش لاركابة ولا ضغط ولا اي حاجة خالص انا النهاردة عشان احط شكل ويبقى فيه الشكل الهجومي فيه شراسة وفيه ان انا محفظ بقى جمل في الاجناب ومحفظ جمل في العمق واختارك ازاي والحجات دي كلها والزيادات اللي هي من الباكين يعني احنا برضك الشوت التاني الحقيقة شفنا اكرم يعني احرز هدف وكان ليه ضرب الجزاء الحقيقة كان ممكن ياخد ضرب الجزاء وكان ليه تواجد فيه التلت الهجومي نفس الحكاية قبل فتوح لما انت امنت وسط ملعبك بقى حمد فتحي اديت حرية للاتنين الباكين بتوعك والديت حتى حرية انا في رأيي كمان ان هو حمد فتحي كان كلمة السر الحقيقة في الشوت التاني او في ان انت ترجع للمباراة لان حمد فتحي امن لك المساحات اللي هي كانت فاضية واللي انت كان بيضربونا فيها وكان بيعملوا زيادة عددية علينا عملوا زيادة عددية على اكرم في الاربعين دقيقة وراحوا بشكل طبعا فيه كسافة وعملوا زيادة عددية على ابو الفتوح وفي نفس الوقت انت الاثنين اللي هما الدفندر بتوعك لا ما فهمش واحد اللي هو بيستخلص اللي هو فيه كوة في الاتحامات وانه بيجيب يعني طارق الحقيقة الدفندر زمالك طريق حامد الحقيقة انا في رأيي انه هو برضا رقم ستة يعني رقم ستة اللي بيستخلص وفيه كوة طبعا يبقى موجود لان انت هتروح لمبارات قوية جدا وهتروح لمستوى اعلى وخصوصا يعني المبارات اللي احنا لازم نركز فيها احنا مش عاوزين نركز احنا نلعب بكاس العالم ازاي ولا احنا لسه ما وصلناش احنا نركز الاول في المبارات اللي هي توصلنا كاس العالم برضو انت بتتكلم في مثلا صلاح وصلاح اللي هو افضل لعيف في العالم حاليا دلوقتي في الوقت الحالي انت بتشوفه ازاي بيلعب في ليفربول الرتم السريع والربط اللي معاه رتم سريع جدا يعني احنا احنا مثلا انت القرى بتوصل لصلاح ممكن مثلا ايه المفروض في ليفربول بتوصل مثلا ايه تعد مثلا ثلاثة اربع ثواني خمس ما فيش ما بيزيتش عن كده يا ذوبك لمسه ولعب وهو بتحرك في المساحة الفاضية بتتحطله احنا لا احنا مش ربطين مع صراح وعاوزين من صراح انه هو يبقى نفس الاداء بتاع ليفربول طب ازاي انا عندي احسن افضل لعيف في العالم انا لازم اربط معاه النهاردة انت عندك الحتة الشمال اللي فيها عمر مرموش واللي فيها الحقيقة رمضان صبحي عندك زيزي يبقى موجود لازم يبقى عندك قوة عندك محمد شريف اللي لازم يبقى موجود بصفة أساسية ويبقى مصطفى محمد معاه التشكيل الامسل من وجهة نظر كابتر روضان لمنتخب مصر ما تقولي كده الطريقة والتشكيل يعني حط لي 22 لعيب رقم واحد ورقم اتنين من وجهة نظرك في منتخب مصر يعني انا انا بقول مثلا انت لو بتتكلم اكرم توفي وتتكلم في مين ورق اكرم مين في نفس مركز احمد فتح احمد فتح نمر اتنين اه طبعا رقم اتنين لان احمد فتح بيمتلك خبرات كبيرة جدا جدا واحمد فتح من اللعب احمد فتح ممكن يلعب معك كاس علم يعني يوصل لكاس علم يلعب اه دلوقتي حاليا ما مطرعنش على حد زي هاني او كريم فؤاد مثلا والله ابص هولك حاجة انا هولك حاجة انا في رأيي ان كريم فؤاد لو خد في الباك رايت الباك اليمين اعتقد انه هيزبط وجوده بشكل كبير جدا 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 لانه عنده عنده مميزات كتير قوي انا مرنت قلتلك قبل كده يعمل مع النجوم لا كريم فؤاد في موقف واحد ضد واحد زي اكرم توفيق بالضبط دفاعيا النواحي اللجومية عنده سرعة ويدوس في تلتة اللجومة يعني عنده برضك الحاجات اللي هي النعم المستندات في النحل الجومية وتحتمد عليه كباك لا برضك نفس الحكاية يعني لازم ياخد وياخد في مكانه بس يعني يمكن أنا برضك طبعا هنحط هنحط التلتة اسماء دول اكرم واحمد فتحي وفي حجازي الحقيقة وفي الوينش تمام وفي ايمن ايمن اشرف اعز رابع معي اعتقد يعني اعتقد المحمود علاء بس يمكن محمود علاء يمكن الفترة دي بس بعيد شوية عن المستوى لكن هو ولو رجع لمستوى اعتقد برضك عنده خبرات في المكان دو ويبقى رابع رابع معه عندك في ناحية الشمال طبعا ابو الفتوح وللأسف الشديد البديل اللي موجود اللي أول حطه معا أنا مش شايف حد محمد حمدي يعني محمد حمدي برضك يعني الحقيقة برضو أو كان عبد الشافي في المعسكر عبد الشافي عبد الشافي في الأمور تبقى صعبة لأنك انت بتتكلم على كاس علم اللي جاي برضو الأمور تبقى صعبة يعني الحقيقة محمد حمدي أنا في رأيي أنه هو عمل حقيقة موسم أو موسمين محوصان حسن في المصري كان من أفضل الباكات اللي كان موجودين لما راح بيرمز لا المستوى نزلت شوية ده بقى لازم يتجاهز لو أنت عاوز تجاهز كمان واحد مع أبو الفتوح يبقى لازم تجاهز محمد حمدي يبقى لاثنين دول أنت بتتكلم النسي بتروح بيرمز ينزل ده حاجة غريبة جدا على فكرة حاجة غريبة جدا أنا بقول لك أنا بكلم مساعة منتخب يعني أنا بكلم أنا بكلم أندي خالص أنا بقول لك أن محمد حمدي كان مع حسام حسن في المصري كان من أفضل الناس الموجودين نص ملعب نص ملعب عندك النني وعندك الحقيقة حمدي فتحي وعندك السلية وطريح حمد الأربعة دولت كوة كبيرة جدا جدا بس طبعا في نص ملعب عندك المهاجمين عندك الاثنين اللي تحب أنهم تشوفوا مع بعض دايما أنت تلعب باثنين يعني دايما في أغلب الأوقات مين الدويتو اللي يعجب كابتن رمضان يعني لو أنا بتكلم على أداء كورة وأداء فني وأداء مهاري وحاجات كده هنتكلم على النني وثلية بس في مشكلة في النني وثلية أن الاثنين رقم تمانية الاثنين جاء منهم مسامدات الجمية عايزين حد معهم الحقيقة أو حمدي وحمدي الحقيقة يعني في حاجة حمدي السندي نستوي يا ما شاء الله رب يعني أنت مستر مسمان الحقيقة عمل 3-4-3 ولما لعبوا مع الثلاثة يعني أفل أفل مساحات كتيرة جدا جدا مستلح رومانت الميزان بالزبط هو رومانت الميزان أنجولا لما نزل تحس أن الملعب تقفل يعني تقفل دفاعيا الملعب إحنا كنا مفتحين فتحة في الشوت الأولاني فتحك بلا جدا حمدي حمدي فتحي لازم يبقى ليه دور كمان أساسي في منتخب مصر لأن قدامهم قدامهم طبعا أنت عندك نحتلمين أنا في رأيي يبقى فيه محمد صلاح وزيزو نحتلمين يعني بس أهم حاجة الإخترارات أنا وقت بشوف الإخترارات أقول عرصتي يعني يعني يا جماعة الكرة سهلة الكرة مش صعبة يعني العملية مش صعبة محمد صلاح وزيزو عندك أفشة وعبد الله أفشة بلازم ليه دور أساسي عبد الله بتغالي صعب عليك كاس العالم أنا احترم وقدر جدا تاريخ عبد الله السعيد وهو بتأكيد واحد من أهم اللعيب المميزة بالسحر بنتكلم أنا 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 حاطت حاجات من عندي وحاطت حاجات إن كروش ده هيعمل كده هي هي اختار كده بالشكل ده آه تمام يعني مش رأيك إنت يعني هيبقى أفشة وعبد الله السعيد وعمر مرموش ورمضان صبحي وترزيجي جاي كمان طبعا رجع طبعا ترزيجي جاي طبعا مصطفى محمد وإحمد ياسر رياد دول يعني أعتقد دايب عندك واحد ومركز واحد واثنين زي بعض بالزبط هو أنا في مطش زي الجابون ما حلمش كمشاهد يعني واحد من الجمهور يعني ما حلمش مثلا ألعب مثلا مثلا يعني ما بكلم على الجابون مش بكلم على مطش بعد بوكرا يعني فرقة أقل فنان من منتخب مصر ينفعش مثلا ألعب بصلاح وزيزو وقفشة ورمضان مثلا أو مرموش وقدامهم محمد شريف طبعا طبعا ده أنا أقولك حاجة ده أنت لو أنت بتجرب يبقى عندك شراسة في النحة اللجمية ده أنت لازم تجرب كده اه يعني ايه المشكلة أولا المباراة يعني احنا مش محتاجينها مش محتاجينها حاجة خالص بالعكس ده أنت حط شكل شكل بقى أنت تطبق فيه نواحة اللجمية زي ما قلت لك احنا كنا يا جماعة احنا لنا كان لنا شكل منتخب مصر العالم كله كان عارف أنت لما كنت بتلعب البرازيل كنت ندل البرازيل لما كنت بتلعب إيطاليا كنت ندل إيطاليا كسبت إيطاليا صحيح بالك 2008 احنا قدمنا كورة كورة عالمية يعني كورة أوروبية مش كورة أفريقية هو إحساسك أنك تبقى نزل ما عندكش يعني أنت كجمهور ما أنتش خايف بالضبط يعني مستني المصرين يعملوا إيه هو ده اللي أنا نفسه وصله وإحنا خايفين حتى مع الصغيرين بالضبط يعني خايفين في كل مطش المتخب ولازم كمان توصل لازم يا أحمد توصل لعيبتك لكده يعني إحنا لعيبة منتخب مصر جزي ما قلت لك 6 و 8 و 10 كانوا بنزلوا أي مباراة بلعب على المكسب طيب إحنا سألنا برضو قصة أنه يريح النني وصلاح في المطش اللي جاي ده كان تفكيره وخصصا أنهم عندهم ارتباطات مع عندي ايتهم طبعا بعد ما يرجع في انجلترا خلينا نشوف برضو رأي الناس كابتن رمضان ونشوف برضو ونسمع منك لو النني وصلاح مش هيلعبوا المطش اللي جاي التشكيل الأمثل في ظل الغيابات بشكل عام من وجهة نظر كابتن رمضان أتمنى موافق يعني صبر وراضي كلنا صبرين وراضين الحقيقة الحمد لله الحمد لله أتمنى أنه المطش التحصيل حصل وهي فرصة لتجربة بعض البودلاء والوقوف على مستوهم زي الشاحات الشاحات مش مع المنتخب لأنه يستحق بما يقدمه معقرا وأعتقد كمان مهند لشين آه ده انت دخلت لعيبة مش موجودة في المعاصر طيب نروح لحد تاني رأوف بيقول يريح صلاحه ده طبيعي لكن أنه يشارك عشان يستمر في التقلق هو اللي يرتاح نحمود إبراهيم كده كده مطش التحصيل حاصل مطش ماليوش لازم أهم حاجة المطش الفايصال متفقين بس يعني ما احنا عندنا فرصة ومبرارة رسمية والمنتخب في معسكر طيب عايزين نستفيد بدا نعمل ايه هو ده السؤال أنا مع تفكير كيروش لازم يلعب اللعيبة اللي ما لعبتش وقفشة لازم ياخد فرصة مش بس قفشة اللي ياخد فرصة فيه لعيب كتيرة لعيبة تاخد فرصة بتشكيل الأمثل من وجهة نظر كابتن رمضان في مطش مصر وجوون بعد بكر أنا في رأيي أنه هو محمد صلاح دايما بيلعب على حتة السكور تمام لأنه عاوز تزود السكور بتاعف مع المتخب مصر يعني يمكن هو قرب أنه يضرب لعيبة كتير جدا الحقيقة فمحمد صلاح ياخد ما فيش مباراة خفيفة مش مباراة تقيلة بتتكلم من النني طبعا النني طبعا مش مجهد ممكن النني وحمدي تمام والسلية يعني أولا السلية ما شاء الله يعني عامل الحقيقة الموسم اللي فات أو الموسم اللي فات السلية فيه نضوك يعني بشكل كبير جدا 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 يعني يبقى عجبك الجونة التالت طبعا طبعا ده يعني ده بالعكس ده فيه ناس على مستوى العالم كله تكلم على اللقب دية طبعا هدف عالمي علامي فعلا يعني فالسلية ممكن يريح ويبقى يلعب النني وحمدي وحمدي فاتحي طبعا انت عندك أحمد فاتحي من تحت أحمد فاتحي وحجازي وآيمن أشرف وآيمن أشرف في إصابة ولا حاجة لا لا آيمن أشرف وآيمن أشرف وآيبو الفتوح وهيبقى النني وحمدي محمد صلاح وآفشة وآنا في رأيي كمان يدي مصطفى مصطفى فاتحي هو المورا مش تقيلة يعني يدي مصطفى فاتحي ويشوفه لأن مصطفى فاتحي الموسم اللي فات أنا في رأيي كان عامل موسم يعني ولا أروع مع اسموحة كان من اللعيب الكبار جدا جدا في المسابة السنين اللي فات فياخد فرصة مع محمد شريف رص حرب مع محمد شريف رص حرب سريعا أول صورة معنا كروش الحقيقة أنا بقوله أن أهم حاجة في المؤتمر الصحف اللي أنت قلتها الحقيقة الاختيارات الاختيارات مهمة جدا 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 وبقوله حيط التوظيف اللعيبة أعتقد أن أنت لازم تدوس فيها بشكل كويس أو تركز فيها بشكل كويس أو وتستعين بالجهاز المعاون اسمع للجهاز الفائل نروح للصورة اللي بعدها بيتسو موسيماني موسيماني الحقيقة يعني أنا بقول ما شاء الله عمل ثلاث مباريات في بداية المسابقة الموسم دوت يعني يمكن مدخل طريق 3-4-3 ويمكن هو الحقيقة محفظها بشكل قوي جدا 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 كل واحد حافظ على فكرة 3-4-3 في مداربين كتير حاولوا يطبقوها ما نجحوش زي ما هو نجح الرسالة اللي توجهه لك الرسالة اللي بوجهه بقوله أن أنت يمكن كانت بعيد شوية عن الدور المصري أنت خلاص دخلت جوا الدور المصري وحفظته أعتقد أن احنا جمهور النادي الاهل وإحنا محتاجين الدور السندي نروح للصورة اللي بعدها كابت عصام عبدالفتاح عصام عبدالفتاح أعتقد يعني أنا لي يتحفظ على الحقيقة التصريح الحكم محمد عادل وفي نفس الوقت هو كان بيدافع عنه أنا مش عارب يدافع ليه يعني أنت مفروض رئيس لجنة الحكام ده أنت مفروض تاخد قرار مع الحكم السورة اللي بعدها محمد الشناوي أفضل أفضل حارس في أفريقيا الحقيقة وطبعا عودته يعني الحمد لله حاجة مطمئنة جدا حارس كبير طبعا أحمد عبدالقادر أحمد عبدالقادر لازم ياخد فرصة في النادي الأهلي ولازم ياخد فرصة في منطقة مصر من اللعيبة الحقيقة اللي بتصنع لك الفارق سورة للمعانا محمد محمود محمد محمود يعني أنا برضو يعني لو أنا هخطب موسيماني تاني محمد محمود أحمد دياب رئيس ربطة الأندية أحمد دياب الحقيقة عمل طفرة الحقيقة في خلال النظام في الفترة اللي فياتة الجادوى للحاجات دي كلها عامين طفرة كويس أوي بس أهم حاجة يتساعد يعني كل التوفيق دي هم الحقيقة بدايات مبشرة لبطولة أنا تمنى أنها تبقى منتظمة ونتمنى فيها أن كل ما هو مرتبط بمعايير الحادية والعدالة في المنافسة يكون في أفضل حالاته وكل التوفيق لحكامنا كل التوفيق لربطة الأندية ونتمنى موسم يكون ناجح إن شاء الله وفي النهاية الفايدة تروح وتصب المنتخب مصر بإذن الله كلنا وفيه في ظهر المنتخب وكلنا نفسنا الحقيقة ونتمنى دايما أنه يظهر في أفضل صورة ويقدم شخصية حقيقية أنا عن نفسي ونفسي عود الأجيال اللي طلع لسه بتتبع كرة وبتشجع منتخب إنه الهدف مش إنه نوصل كاس العالم الهدف إنه نظهر بشكل كويس نعدي بقى التبوهات اللي تعودنا عليها لسنين طويلة ويروح المنتخب وليه لقى ما نتمحش في إنه نتصدر مجموعة ونطلع مركز تاني ونتأهل الدور اللي بعده ونحاول نعمل يعني زي ما كاميرون واسمغال قدموا كرة طبعا مش أقل من المنتخبات دي بالتأكيد وولادنا الحقيقة يعني ومشتهم محترمة جدا نتمنى التوفيق اللي كارلوس كيروش بشكرك كابتن رمضان شرفتنا الله يخليك يا حمد السادسة ونتابع مع حضراتكم السعادات المنتخب بكرة إن شاء الله حلقة جديدة والسادسة تحياتي لكل الأهلوية